السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى فيديو قديد قبل بداية الفيديو أتمنى لما هم اشترك اشترك في القناة ولا تنسوا تفاولوا الزلر قرس وضعكم كل الحب والاحترام والتقدير أينما كنتم اليوم راح أسوي معكم المقلوبة بطريقة جميلة إن شاء الله مميزة مثل ما انتم شايفين الرز نثري والقدر ما مسك من تحت في البداية عندي هنا حبة بصل مع ملعقة بهارة حب تقي جاهزة مشكلة عبارة عن فلفل أسود وقرفة وهيل ومسمار وكمون وكزبرة حب بعد كذا عندي هنا أربع حبة طماطم صغيرة يعني وعندي ملعقة مع بنت طماطم وعندي ملعقة بابريكا مقروشة وعندي ملعقتين ما راح أفروم المكونة هذه كلها بالخلاط حتى يصبح عندي سوس بهذا الشكل بعد ما صار قاهز أحطه على البصل بعد ما تحمر أحرك الكشنة هذه كامل حتى تمتزق وتتجانس مع بعضها وبعد كذا أضيف لها البهارات تشكيلة البهارات اللي عندي عندي هنا ملعقة كبيرة كمون ملعقة صغيرة ليمون أسود وملح وعندي هنا ملعقة صغيرة هيل وبهارات مشكلة كاري مكعبين مائقي وكزب رناشفة وفلفل أسود راح أضيف البهارات هذه كلها على الكشنة وأحركهم مضبوط بهذا الشكل بعد كذا عندي هنا تقريبا 2 كيلو لحم لحم غنمي مغسل ومنظف راح أنزلهم على الكشنة بهذا الشكل الآن راح أحرك اللحم حتى تداخل فيها الكشنة ويجب أن يتقلب اللحم كذا أقل شيء 10 دقائق علشان يأخذ الكشنة ويتسبك بعد كذا أضيف له الفلفل اللي موجود عندكم أحمر أو أخضر ما في مشكلة أحاول أننا أحرك اللحم على الكشنة كل فترة علشان ما يمسك من تحت ويجب أن تكون النار هادية بهذه الطريقة علشان اللحم يكون طعمه جميل يجب أن يتسبك بالكشنة مضبوط نستمر بالتقليب بهذا الشكل بعد كذا نأتي إلى إضافة الماء نضيف له تقريبا أربعة أكواب أو نغمر اللحم الموجود عندكم يجب أن تغمروه بهذه الطريقة لا تتقيدوا بكمية الماء في البداية الحين نترك اللحم كده حتى يستوي أو قريب الاستواء علشان الخضار يجب أن يكون الماء بهذا المستوى حين اللحم إن شاء الله عندي بعد ما يستوى يجب أن نحركه بهذه الطريقة كل فترة ويجب أن تكون النار هادية اللحم نشوفه ما شاء الله مستوكي الحين مرحلة الخضار الخضار عندي خضار مشكلة مثل ما أنتم شايفين فاصولية خضرة وقزر وبطاطس وكوسة وبادنجان هذه الخضار تقدروا تستخدموا أي نوع بهذه الطريقة نحاول نمزق الخضار مع اللحم أو قدر الإمكان ننزل الخضار تحت عشان تستوي الآن نترك الخضار كذا مع اللحم 15 دقيقة عشان تستوي الخضار أو تقرب على الاستواء ونسلق الرز شوفوا كمية الماء قلة عندي بعد ما طبخ اللحم ما رح نضيف ما رح نضيف ما ثاني شوفوا النر عندي هادئة جدا يجب أن تكون النر هادئة المهاذة كفاية لأن الرز رح نسلقه سلق الحين نغطي القدر ونتركه يطبخ 15 دقيقة هنا الرز عندي الوليمة عندي هالحب عندي ملح وزيت فقط رح أحط الرز عندي 7 كواب بهذا الطريقة سلق الرز بس نص استواء لا نخلي الرز يستوي لأن ما يتعجن علينا فالرز المستخدم عندي هنا بر كلاسيك ممكن تستخدم بوكاس أو الوليمة أو أي نوع أنا استخدمت بشاور هنا اللحم ما شاء الله قرر يستوي والرز صار جاهز الحين نقلت الرز لقدر آخر هذا لقدر اللي سرقت فيه كبير بحط فيها المقلوبة أول شي راح أفرش الطبقة الأولى الرز مثل ما أنتم شايفين بهذا الشكل وبعد كذا نحط اللحم والخضار طبقة الرز هذه إذا قدر الله وانحارق من تحت ما يصير على اللحم شي نكون بهذا المرحلة والخطوة حافظنا على اللحم والخضار إذا حطيت اللحم والخضار في البداية وحطيته على الرز ممكن يمسك عليكم وينحارق ويطلع ريحة اللحم حارق يفضل تحط طبقة الرز تحت عشان إذا انحارق الرز يظل اللحم والخضار سليم بعد ما حطينا اللحم والخضار أحط الرز الحين باقت الكمية كاملة بهذا الشكل أحاول أن أخلي الرز متساوي وضغط على ضغط بسيطة يجب أن يكون في عازل بين الحرارة والقدر عازل حديد أو إذا عندكم حليب نيد وما خلصت منكم لا ترموها اقطعوها وحاولوا تخلوها مسطحة وحطوها تحت القدور هنا بعد ما ضفت الزعف رن المنقو أسكر على الحن بالقسطير وأترك على نر هادئة جدا أقل ساعة لربع لساعتين هنا بعد ما استرت عندي المقلوب وماشاء الله راح راح أقلبها إن شاء الله شوفوا بسم الله شوفوا كيف الرز نثري شوفوا القدر أبدا ما مسك شوفوا كيف اللحم ماشاء الله والخضار يجب أن تكون المقلوبة بهذا المستوى أما إذا إن حرق اللحم أو الرز يصبح الطعم متغير بس بهذه الطريقة نحافظ على طعم الخضار واللحم والرز شوفوا اللحم كيف مستوي ماشاء الله ذا على الآخر أما بالنسبة للرز شوفوا كيف حبة الرز مستوية ونثري أبدا ما هي متماسكة شوفوا كيف حبة الرز أتمنى تكون هذه الطريقة نالت إعجابكم وكيد راح إن شاء الله تقربوها وراح تعرفوا كمية الطعب اللي فيها شوفوا اللحم كيف ذائب على الآخر والخضر نفس الشيء هذا كل شيء واتمنى لا تنسوا أخوكم من الدعم والاشتراك وتحياتي لكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته